بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجيك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وكل على من منهاجهم مشى واهتدى واقتدى وسار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار أيها الإخوة الأجلاء أيها الإخوة المشاهدون سلام من الله عليكم ورحمة منهم وبركات وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات وها نحن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج ومع صفحة مشرقة جديدة من صفحات صحابة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلها صفحات مشرقة أه ينبغي علينا أن نستلهم الدروس والعبرة والعظات من هذه الصفحات العظيمة المشرقة ألا إن كل صحابي جليل لديه موقف من المواقف العظيمة التي ينبغي علينا أن نستشرفها وينبغي علينا أن نقرأها بتمع حتى تكون منهجا وضاء لنا في حياتنا الصحابي الجليل الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه البراء بن مالك وهو أخ لأنس بن مالك الأنصاري خادم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا يصف بأنه شجاع شجاع مقدام على أنه كان مع أنه كان صغير الجسم كان نحيل كان قصير القامة ولكنك عندما تراه في المعركة يكون رجلا آخر فإذا رأيته ترى رجلا شجاعا ترى رجلا مقداما ترى رجلا استطاع أن يتغلغل الإسلام في قلبه وفي نفسه فما كان أمامه شيء إلا محبة الإسلام والافتدى بنفسه لأجل دين الإسلام حتى قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه احذروا أن تغلوا البراء بن مالك جيشا فإنه ربما سيهلك مئة بسبب إقدامه على هذا الجيش ليس أن يدخل في معركة ويقاتل في المعركة كم سيقتل وإنما فقط بسبب إقدامه وهيبته سينتهي مئة من هؤلاء الجيش البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان له دور عظيم في قتال المرتدين طبعا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة آخرها كانت غزوة خيبر وأبل فيها بلاء حسنا ولكن لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى أخذ مع الأسف كثير من المسلمين أن يرتدوا عن الإسلام وما بقي إلا أهل مكة والمدينة والطائف فثبت الله قلوبهم على الإسلام البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في ظل هذا الخروج الخطير عن دائرة الإسلام فما كان له إلا أن يجف موقف الرجل الحازم الرجل الشجاع أمام مسيلمة الكذاب كانت قبيرة أبي حنيفة من أشد القبائل تعنتا وخروجا عن دائرة الإسلام فيها أربعون ألفا من هؤلاء الذين خرجوا عن الإسلام وكان أغلبهم يدين الولاء عصبية لمسيلمة الكذاب فيقولون أن مسيلمة ربيعة كذاب ولكننا نحب مسيلمة ربيعة ونعرف أن سيدنا أن محمدا صادق مضر أصدق منه ولكننا نحبه عصبية فهذه العصبية المجيتة الخطيرة التي تجعل الشخص المتعصب يكون بجانب هذا الإنسان حتى ولو كان خطعا يعرف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا في قوله كان صادقا فيما يقول كان يتلقى الوحي من الحق سبحانه وتعالى ولكنهم مع ذلك لم يحبوه عصبية وكراهية له ومحبة لهذا المسيلمة الذي اتصف بأنه كذب جميلة بني حنيفة ألبت نفسها ضد الإسلام والمسلمين وخرجت عن داية الإسلام فأول معركة خاضها هؤلاء الأربعون ألف من قبيت بني حنيفة مع عكرمة ابن أبي جهل ولكن لقوة هؤلاء وقوة بأسهم استطاعوا أن يتغلبوا على المسلمين فأرسل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه جيشا فوق جيش عكرمة بن أبي جهل ولكن مع الأسف استطاع هؤلاء أن يدخلوا فسطات خالد بن الوليد أي خيمة خالد بن الوليد واقتلعوها من مكانها حينئذ أدرك خالد بن الوليد خطورة الخطورة الكبيرة التي ستقع على الإسلام والمسلمين لو أن هؤلاء المرتدين انتصروا على المسلمين فماذا عمل أعاد ترتيب المعركة مرة أخرى وأعاد ترتيب الجيش مرة أخرى فميز المهاجرين وميز الأنصار وميز صغار القوم وجعل كل واحد منهم في مكانه الذي يناسبه ثم بعد ذلك التقى الجيشان وبحمد الله عز وجل بعد معركة حامية الوطيس شديدة جدا أبل فيها المسلمون بلاء حسنا منقطع النظير وكأنه كالملحمة العسكرية انتصر فيها المسلمون على هؤلاء الأقوام وحقق الله سبحانه وتعالى النصر على أيديهم ولكن المعركة لم تنتهي استمروا أهل الردة في ارتدادهم حتى أن كثيرا من حفظة القرآن قتلوا في هذه المعارك وحينئذ كتب سيدنا أبكر صديق رضي الله عنه وأرضاه المصحف الكريم خوفا من أن يذهب القرآن من صدور الرجال المعركة لم تنتهي ألب المرتدون أقوامهم على المسلمين وفي معركة من أشد المعارك ضراوة ظهر البراء بن مالك ظهر البراء بن مالك في هذه المعركة القوية التي تسمى بحديقة الموت هذه المعركة التي دخل فيها هؤلاء المرتدون إلى هذه الحديقة حديقة ضخمة حديقة كبيرة جدا عندما التقل جيشان جيش المسلمين وجيش هؤلاء المرتدين فما كان من هؤلاء المرتدين إلا أن يدخلوا إلى هذه الحديقة التي تسمى بحديقة الموت ويقفل الأبواب على أنفسهم فهذه الحديقة تسع تقريبا عشرين ألف من المقاتلين وكانوا يرمون المسلمين بنبالهم ويرمون المسلمين بأحجارهم حتى قتل كثير من المسلمين في هذه المعركة حامية الوطيس جاء البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ماذا عمل؟ قال للمسلمين ضعوني على ترس لأنه كان صغير القامة ولكنه كان مقداما شجاعا ضعوني على ترس وضعوا الترس على مجموعة من النبال وارموني دخل هذه الحديقة هذه الحديقة فيها آلاف مؤلفة فيها ما يزيد على عشرين ألف من هؤلاء المرتدين ولكنه البراء بن معازم البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه بقوته وبشجاعته وبصدقه وبانتمائه دخل إلى هذه الحديقة التي يسمى بحديقة الموت وقد وقع في جسده أكثر من ثمانين جرح ما بين طعنة وما بين رمية وعند إذن عندما كان داخل هذه الحديقة قتل تقريبا مئة من المشركين وفتح باب الحديقة فدخل المسلمون إلى هذه الحديقة وقتلوا من قتلوا من من هؤلاء المرتدين ووجعت الانتصار الكبرى للمسلمين بفضل الله عز وجل وبفضل شجاعة البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه البراء ابن مالك يريد أن يغفر بالشهادة يريد أن يكون شهيدا في هذه المعركة في معركة حديقة الموت ولكن الله عز وجل لم يكتبه الشهادة حينئذ في معركة بين المسلمين والفرس اسمها معركة تستر في جلعة كبيرة ممردة حصلت بين هؤلاء الفرس وبين المسلمين ولكن كانت هناك حيلة من قبل هؤلاء الفرس في هذه المعركة الكبرى في هذه المعركة الفاصلة ما الذي حصل؟ الذي حصل في هذه المعركة أن الفرس استخدموا كلاليب من نار تدلى هذه الكلاليب عبر جدران فكل من كان يقف تحت هذا الجدار يموت حرقا وإحراجا بهذه النيران التي تحصل بسبب هذه الكلاليب التي فيها من النار النيران الكبيرة التي قتلت كثير من المسلمين فبينما البراء بن مالك في تلك اللحظة فإذا بواحد من الكلاب يقع في جسد أخيه أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما رأاه أخوه البراء بن مالك ذهب مسرعا وجثم على أخيه ونزع منه هذا الكلاب حتى احترقت يد مالك يد البراء بن مالك لكي ينقذ أخاه في تلك اللحظة فلما احترقت يده قاتل واستمر في قتاله وطلب الشهادة حينئذ توجه إلى الله عز وجل البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن يرزقه الشهادة في هذه المعركة معركة تستر وفعلا رزقه الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة الكبيرة التي رجاها والتي تمناها من الله سبحانه وتعالى ماذا نستنبط وماذا نستخلص من هذه القصة ومن هذه العبرة ومن هذا الموقف المشرق للبراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من أول هذه القصص أو من أول هذه العبار أنك مهما كنت ضعيف الجسم مهما كنت ضعيف البنية ولكن عندك القوة والإرادة والعزيمة فلا ضير من أن تتغلب على عدوك المهم يكون انتماؤك صادق لهذا الدين العظيم فتتغلب على كل شيء مهما كان صعبا هذا الأمر الأول الأمر الثاني البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه طلب الشهادة في أكثر من معركة ولكن الله عز وجل رزقه الشهادة في آخر معركة خاضها هذا الرجل وهي معركة تستر في بلاد فارس إذن لا بد على الإنسان أن يدعو الله عز وجل في كل موقع وفي كل مكان يريد أي شيء تريد أيها الإنسان ادعو الله سبحانه وتعالى أن يحقيق لك هذا الأمر فإذا دعوت الله عز وجل بصدق حقق الله لك هذه الشهادة البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه طلب الشهادة في حديقة الموت ولم ينالها ولكنه لما كان ملحا على الله في الدعاء ناله الله الشهادة في هذه المعركة ووفقه لها الأمر الآخر البراء بن مالك وأنس بن مالك أخوان معنى هذا أن الأسرة هذه أسرة البراء بن مالك وأسرة أنس بن مالك أسرة إيمانية أسرة محبة للدين أسرة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنس بن مالك خدم الدين وخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهنيئا له والبراء بن مالك كان رجلا شجاعا مقداما وكان حينما يرى بإقدامه كم يذهب من المشركين والكافرين وهم صرعا وقتلا في هذا الاتجاه معنى هذا أن التنشئة وأن التربية الإسلامية الصحيحة كم نحن اليوم بحاجة إليها أيها الأب يجب عليك أن تربي ابنك على قيم الإسلام وعلى عزة الإسلام وعلى مبادئ الإسلام أيها الأم يجب عليك أن تربي أبنأك على عقيدة الإسلام وعلى الانتماء الصحيح إلى الإسلام حتى يعرفوا أن الدفاع عن الإسلام الدفاع عن الإسلام لا يكون فقط بالسلاح المادي بالسلاح الحسي يمكن أن تدافع عن الإسلام بالكلمة الصادقة أن تدافع عن الإسلام بالعلم أن تدافع عن الإسلام بالحلم أن تدافع عن الإسلام بالكلمة الطيبة الصادقة ولهذا لاحظ هذين الأخوين البراء بن مالك وأنس بن مالك موجودان في معركة واحدة وكل منهما يدافع عن الإسلام بكل ما يملك من قوة هذا الأمر الأمر الذي ينبغي علينا أن نستنبيطه أيضا في هذا الاتجاه أن الهزيمة التي وقعت للمسلمين من قبل هؤلاء المرتدين في معركة عكرم بن بيجال وفي معركة خالد بن الوليد وقعت هزيمة للمسلمين من قبل هؤلاء المرتدين ولكن هل حصل اليأس؟ لم يحصل اليأس حاولوا مرة تلو مرة حتى حقد الله سبحانه وتعالى لهم النصر وقعت الهزيمة مرة أولى لم يحصل اليأس بل جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وجاء بجيش وحقد الله سبحانه وتعالى على يديه النصر فلن يأس مهما وقعت الهزيمة يجب علينا أن نحاول مهما وقع الفشل يجب علينا أن نحاول مرة بعد أخرى وفقنا الله وإياكم لكل خير جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة أخرى ومع صحابي جليل فكونوا معنا جزاكم الله كل خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة